السلام عليكم أهلا بكم في قناة كوك أرد أم علي اليوم سنقدم لكم كيك كل شوكولة سأعجبكم سأتمنى أن تجربوا تابعوا معي الفيديو للأخير ونبدأ على بركة الله بالنسبة للطبقة الأولى نحتاج 75 جرام من دقيق 55 من السكر 30 من الكاكو 4 ملقة صغيرة من بيكربونات السوديوم 75 ملتر من الماء 30 ملتر من الماء 30 ملتر من الزيت ومعرقة صغيرة من الخل بيض كما ترون معي نخلط النواشف ونغرب لهم الكاكاو والطحين والسودا نخلطهم جيد ومن بعد نضيفهم السكر ونضيف المكونات الزيت والخل والماء ونخلط هذا كل ما بعده ومن بعد موجة العجن كما ترون كيف يرتب كيف يتنظر ونضيف الماء نضيف الماء ونضيف الماء درجة حرارة 180 لعافية من الفوق وفي الوقت الليكاك ديالنا اي طيب نحن نجد موس الشوكولاتة وهي الطبقة الثانية نحتاج 200 جرام من شوكولاتة معلقة صغيرة من الجيلاتين 30 مليلتر من الماء 100 جرام من السكر و 500 مليلتر من الكرام السائلة كما ترون معي نأخذ الجيلاتين نقوم برد ونجعله على جنب لكي يشربك الماء ونأخذ الشوكولاتة نقوم بذوب سواء في حمام مريم أو في الميكرو ووند نقوم بسكار لإعطالها كليل من الكرام وقياسة صغيرة ونقوم بها فوق العافية وفي نفس الوقت نضرب الكريمة نقوم بسكار بالفترابة سواء يدوى إمر Marine ونضربها جيدة ونضع بسبق من السكر .انما أحتاجه ثم نضع في السكر ونضعها لأتضعه الجيلاتين ونضوع جيدا سيضرب ونضع شوكولاتة ونضع على الخلط و نجد جيدا نجد الطبيعة حتى تنسجم العناصر جيدة و من بعد نجد كريم مجموعة نجد كريم و نجد المشكلة و نجد كريم و نجد جيدة مع جيدة في الفيديو و نجد الكريم فى بعضها نجد جيدة للشوكولات المراحل هو وضحه في الفيديو لكن اول مرة تشاهد القناة لي لا تنسى تشاركي وإذا تريد التواصل معي ممكن تتواصل معي عبر الفيسبوك و الإنستغرام استفاحتي لي كما تكتب القناة لي مرحبا بكم عندي وكما تشاهدونها هي موس الشوكولاتة وهذا هو القام اللي خاصنا نحصل عليه ومن بعد ما طابل كاكو خرجناه من الفران وخلينا حتى برد نضيف عليه طبقة ثانية ونضربها جيد كما تشاهدون ونضيفها لطلاجة ونضيفها تبرد بعد ما تبرد مزيئة ونضيفها تقودها كانت gaynash شوكولاتة كانت 100 غرام شوكولاتة 108 مليلتر مل كريمة السائلة كانت كبيرة الزيت ومعالقة كبيرة الغلوكوز هذه غير إضافة لما كانت الغلوكوز وكما تشاهدون معي المراحل كله هاتف الفيديو نضيفه الكريمة في كاثرنا ونضيفه ملعقة الزيت كما تشوفوا معي هذه هي الطبقة الثانية من بعد ما بردت كندوزو لها الموس و لا شي حاجة في الجنب باش نتأكدوا انها ملاسقاش و كنحيدوها من المول ديالها انتو ما كنشوفو كتتحيد بكل سهولة و زوين القوام ديالها كريمي بزر و كنحاولو ندوزو الموس من الجنب باش نقدو الجواني باش تكون رضبة باش ملين نكبول القانج من الفوق تجيزوين باش تسهل عليكم الخدمة دير كما درت انا جيبوا تبسل و حط فيه زلافة و حط فوق منها الكيكا ديالكم طبعا الكيكا ديالها مازال في المول ديالها في ذاك القاعدة ديال المول باش تسهل الخدمة من بعد ما سخنات الكريمة مزيان كنزيد عليها قطع شوكولاتة و كنخلطوها مزيان حتى ينسجم الخالط مزيان كما كتشوفو ثم نزيد الخالطة ديال القانج على الترطة و نحاولو نقدم جيدا الوجه ديالها لانتو ما تشوف معي المراحل كلها في الفيديو انا كنقول لكم دائما المقادير دائما على حسب عدد الاشخاص و على حسب الحجم ديال الحاجة اللي انتو ما بغيتو تديرو بالنسبة لي انا هات الترطة درتها في مول 20 سنتيمتر القطر دياله 20 سنتيمتر إلا بغيتو مثلا نديرو في مول في 25 او 27 سنتيمتر خسكم تضعفوا المقادير يعني هات شي كام اللي درت ضربوه في جوج كما تشوفوا معي كان نكبو القانج و نحاولو نقضوها مزيان بمعال قولة بسبات يولا بأي حاجة عندكم و حاولوا تقضو الجوانب و تحيدوا ذلك الفائض من الجناب و خلي واحدة تنشفش شوية و تشد راسة تزيان بتابعة الحل كيبقى على حسب الخسيار ممكن تخليوها بحلاكة راش شكل ديالها زوين و كتبن بحل شي مرايه إلا بغيتو تزينوها زينوها بلي متوفر عندكم بالنسبة لي انا كما كتشوفو كان بقلي شوية من ذيك القانج تزيان دائما كيبقى على حسب المتوفر و على حسب الرغبة و هذا اللي غدا نزيد انا ورق الذهب اللي يزوقوا بهم كيبقى جوزوين في المنظر يعني ممكن تستغنوا عليهم شي من ضروري تزيان كما انا درتهم كما كنقول لكم دائما على حسب اللي متوفر عندكم في الدار انا غدا خليكم على الفيديو بشوفو كيفش زوقت انا الكيكا ديالي اتمنى ان الوصفات ديالي تكون كتعجبكم و الى الفيديو ديالي يومنا الارجاب ديالكم لا تنسوا لايك والتعليق وتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد و طبيعة الحال شاركوا الفيديو مع اصحابكم باش الكل يستفيد و الى عندكم اي سؤال ممكن ترسلني عبر الفيسبوك او الانستغرام او ممكن تخليوا لي تعليق هذا الفراشة اللي غدا نزيد دابا هي فراشة مصوبة من ورقة الروز يعني كتكال كتبه عند المحلات ديال الحلويات وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكا ديالنا بس تحاول راحة السلام عليكم